اشتركوا في القناة بالنظريات التي تعلمناها في درس الأمس أخذنا المتباينة التي هي متباينة الـ S-A-S التي تقول إذا طابق ظلعان في مثلث ظلعين مناظرين في مثلث آخر لاحظ معي هذا المثلث وهذا المثلث لاحظ أن هناك ظلعين متطابقين ظلعين متطابقين في هذين المثلثين لاحظ هنا أن لدي زاوية 30 درجة وهنا زاوية 43 درجة فأني أستطيع أن أحكم مثل ما ذكرنا في درس الأمس على أي ظلع الثالث أيهما أطول في المثلث الأول أو في المثلث الثاني من خلال معرفتي للزاوية المحصورة ما بين هذين الظلعين وقلنا أن معنى S-A-S أن S من كلمة ظلع side والA من كلمة angle أو زاوية والS من ظلع فبالتالي لدي ظلع وزاوية وظلع إذن ظلعين وزاوية محصورة بينهما وأخذنا كذلك اللي هو عكس هذه النظرية عكس هذه النظرية اللي هو سمناها متباينة الـ S-S-S اللي هو يعطيك ثلاثة أضلع ويطلب منك بعد ما يعطيك ثلاثة أضلع أنك تحدد والله أي الزاوية المحصورة الأكبر يكون في ظلعين متطابقين وبالتالي أستطيع الحكم على الزوايا بعكس هذه النظرية اليوم سنأخذ مجموعة أخرى من الأمثلة التي تعلمناها في درس الأمس خلونا نشوف المثال الأول اللي هو استعمال الجبر في العلاقات ما بين المثلثين يقول السؤال أوجد متباينة تمثل مدى القيم الممكنة لـ X لاحظ معين لدي هذين المثلثين هذا المثلث الأول وهذا هو المثلث الثاني المثلث الأول و المثلث الثاني لاحظ لدي هذا الظلع يطابق هذا الظلع إذن ممتاز لدينا ظلع يطابق ظلع ولدي ظلع مشترك ولدي ظلع مشترك إذن بماذا أحكم على الزوايا ما بين هذين الظلعين المتطابقين أقارم ما بينهم ما بين الظلع الثالث لاحظ هنا الظلع هذا يساوي 11 وهذا الظلع يساوي 9 فبالتالي أيهما أكبر بلا شك الأحد عشر أكبر من التسعة فبالتالي راح أحكم على هذه الزاوية بأنها ستكون أكبر من 65 إذن ماذا أقول راح أقول أن 6X زائدا 15 ستكون أكبر من 65 درجة أكبر من 65 درجة كيف حكمت؟ حكمت من المتباينة المتباينة اللي هي S S S أو S A S لأن أعطاني هنا ثلاثة أضلع أعطاني ثلاثة أضلع وأيضا هناك متباينة بديهية أنه أي زاوية موجودة في المثلث بلا شك يجب أن تكون أقل من 180 درجة أقل من 180 درجة إذن أي زاوية موجودة داخل المثلث لأننا أعرف أن مجموع الزوايا في المثلث 180 فبالتالي طالما عندي زاويتين أخريتين فبالتالي لا يمكن أن الزاوية أي زاوية أنها تصل إلى 180 أو أنها تتجاوزها فبالتالي الزاوية 6X زائد 15 ستكون أكبر من 65 ليش حكمت أنها أكبر من 65؟ لماذا؟ لأن 65 تقابل الضلع طوله 9 وهذه الزاوية اللي هي 6X زائد 15 تقابل الضلع طوله كم؟ طوله 11 وليش حكمت أنها أقل من 180؟ لأن في المثلث أكبر زاوية ممكن أوصل لها لا يمكن أن تصل إلى 180 درجة فبالتالي هذا يعتبر حد علوي لهذه الزاوية الآن وصلت إلى متباينة هذه المتباينة تسمى متباينة ساندوشي يعني زي ما تقول كذا أنه في خبزة وخبزة وبينهم مثلا لحمة أو شيء الآن أبغى أطلع أنا قيمة الإكس الموجودة في المنتصف هذه فكيف أتعامل مع مثل هذه المتباينة؟ تشوفوا معي الآن عندك أنت تبي تخلص من الـ 15 وتبي تتخلص من الـ 6 نبدأ بالـ 15 فتاخد سالب 15 للثلاثة أطراف تاخد سالب 15 للثلاثة أطراف للثلاثة أطراف فتلاحظ أن الطرف هذا صار كم؟ 65 ناقص 15 كم بتصير يا شباب؟ حتصير 50 حتصير 50 وهنا 6x زائد 15 مع ناقص 15 نروحون مع بعض يبقى لك إيش؟ يبقى لك 6x 180 ناقص 15 حتكون كم؟ حتكون 165 165 165 الآن تخلصتنا من الـ 15 بقي أن نتخلص من الـ 6 لاحظوا العلاقة بين الـ 6 والـ x ما هي؟ علاقة الضرب كيف تتخلص من الضرب؟ نتخلص من الضرب بين خلال القسمة فبالتالي راح أقسم الأطراف الثلاثة كلها على كم؟ راح أقسم الأطراف الثلاثة كلها على 6 فأقسم هذا على 6 وهذا على 6 وهذا على 6 الـ 6 طبعاً هتروح معه الـ 6 ويبقى لك x نبغى نشوف الحين حدود الـ x الناتجة 50 تقسيم 6 50 تقسيم 6 طبعاً بمكانك باستخدامه على الحاسبة أو من خلال التقريب اللي احنا نعرفه هنقول 48 تقسيم 6 فيها 8 ويبقى لك 2 على 6 إذن 8 وثلث 8 وثلث نقول 8.33 وعندك 165 تقسيم 6 يعني حيصير عندك 120 بتعطيك 20 ويبقى لك 45 على 6 تقريباً فيها 27 ويبقى لك أيضاً تقريباً 3 فبالتالي هيصير تقريباً 27 ونصف إذن هنقول أن الـ x تتراوح ما بين الثمانية وثلث و 27 ونصف إذن كل الفكرة هنا أني أنشئ متباينة هذه المتباينة أستنتج حدها العلوي وحدها السفلي من خلال المثلثات الموجودة ثم أقوم بحسابات بسيطة لهذه المتباينة وأجيبنا اللي هو مدى القيم الممكنة لـ x فالـ x هنا ستتراوح ما بين الثمانية فاصلة ثلاثة وما بين السبعة وعشرين ونصف خلونا نأخذ مثال ثاني يتحقق من فهمك لنفس المثال الثلاثة قال لك أوجد متباينة تمثل مدى القيم الممكنة لـ x كذلك لاحظ معي هنا أن لديك ظلع خمسين ظلع يتطابق مع هذا الظلع ولديك ظلع متطابق آخر هنا عندك خمسين وهنا عندك خمسين ولاحظ هذه الزاوية المحصورة بينهما إذن أقدر أطبق أنا اللي هو نظرية الـ S-A-S أو نظرية العكسة اللي هو S-S-S لاحظ معي أن هذا الظلع يقابل الزاوية خمسة وخمسين والثمانية وستين درجة تقابل السبعة وأربعين أيهما أكبر؟ بلا شك أن من يقابل الخمسة وخمسين درجة حيكون أقل مما يقابل الزاوية ثمانية وستين درجة سيكون أقل مما يقابل اللي هو ثمانية وستين درجة فبالتالي لاحظوا الثمانية وستين درجة قابلت سبعة وأربعين والخمسة وخمسين قابلت الخمسة إكس زايدا ثنين فبالتالي ستقول لنا خمسة إكس زايدا ثنين ستكون أقل من الثمانية وستين درجة ستكون أقل من الثمانية وستين درجة لأن هذه تقابل اللي هو خمسين وهذه تقابل سبعة وأربعين فبالتالي سيكون هذا الظلع بلا شك أنه هيكون أكبر هذا الظلع هيكون أكبر من هذا الظلع عفواً هيكون هنا سبعة وأربعين وليست ثمانية وستين حسنا مفروض أن نحط أطوال الأضلع نضع هنا أطوال الأضلع عذراً فيكون هذا سبعة وأربعين هيكون أكبر من هذا الظلع وبالتالي كذلك أننا لا بد أن هذا يكون يعني الآن نوجد حل هذه المتباينة كيف نوجد حل هذه المتباينة؟ هذه رح ننقل الأثنين للطرف الثاني فيكون 5X أقل من 47 ناقصاً الأثنين وبالتالي الخمسة X هتكون أكبر من 47 ناقصاً الأثنين اللي هي بتصير 45 وأخيراً فإن الـ X هتكون أقل من كم؟ هتكون أقل من التسعة وبطبيعة الحال يجب أن تكون أكبر من الصفر يعني لا بد أن يكون في عندك مسافة لهذا الخط المستقيم فبالتالي القيم الممكن للـ X هتكون أقل من التسعة حسب نظرية اللي هو الـ S-A-S خلونا أيضاً نطبق مثل هذا المثال هذا بس ولكن على مستوى البراهين في المثالين اللي هما 4 و 5 شوفوا معين مثال رقم 4 قالك أكتب برهان الذوع مودين لهذا الشكل لاحظ هذا الشكل أعطاني مثلثين لكن المثلثين هذول متجاورين أو متداخلين يعني كأنهم ورقة مصفوطة كأنهم ورقة مصفوطة فبالتالي لاحظ معي المثلث الأول اللي هو هيكون A-B-E A-B-E وعندي المثلث الثاني اللي هو A-D-E A-D-E فهذولي المثلثين أبغل حين أشوف أنا وش عناصر التشابه وش عناصر الاختلاف لاحظ معي المثلث الأول فيه الـ A-B تطابق الـ A-D فأنا لدي الـ A-B تطابق الـ A-D وهذا معطى ولدي الـ A-E يعتبر ظلع مشترك الـ A-E لاحظ معي يعتبر ظلع مشترك في المثلثين من المطلوب اثباته أنه الـ A-B أنها أكبر الـ A-B أكبر من الـ A-D طيب إذن إذا كان عندك أنت ظلعين إذا كان عندك ظلعين متطابقين هذا الظلع يطابق هذا الظلع وعندك ظلع مشترك فأنت ستبحث عن الزاوية المحصورة بينهما لاحظ معي الزاوية المحصورة في المثلث اللي هو هذا الـ A-D-E لاحظ أن هذه هي الزاوية المحصورة والمثلث ال-A-B-E زاوية المحصورة وينها؟ هذه كلها فأيهما أكبر بلا شك أن المثلث ال-A-B-E حيكون زاوية المحصورة أكبر وبالتالي حتكون ب-E أكبر كيف نكتب هذا على شكل برهان ذو عمودين؟ طبعا نحن نعرف البرهان ذو عمودين لازم نكتب عمودين العمود الأول نكتب فيه العبارة والعمود الثاني عفوا والعمود الثاني نكتب فيه التبرير أو المبررات اللي احنا كتبنا من خلالها هذه العبارة خلونا نشوف كيف نصيغها أول حاجة بنصيغها رح أكتب الظلعين المتطابقين فأنا عندي A-B من المثلث الأول يطابق يطابق A-D منين جبت هالكلام يا شباب؟ هذا الكلام معطى من خلال المعطيات ماشي الحاجة الثانية عندي A-E من المثلث الأول تطابق نفسها A-E من المثلث الثاني لماذا؟ هذا نسميها خاصية الإنعكاس أو نسميها أيش ضلع مشترك ممكن والميزة في البراهين ممكنك تعبر عنها بالطريقة اللي تشوفها أنت مناسبة إذن كذا أنا حصلت على ضلعين حصلت على ضلعين لكن لاحظ معي الزاوية اللي هي في المثلث الأول تساوي ثنتين من الزاوية في المثلث يعني تساوي المثلث هذه زائدا هذه صح ولا لا؟ فبالتالي راح نقول أن الزاوية شوفها قياس الزاوية عندك اللي هو EAB الكبيرة هذه EAB ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ تساوي AAD اللي هو هذه الأولى اللي بالأخضر هذه EAD قياس الزاوية EAD زائدا قياس الزاوية اللي هي إيش؟ الثاني هذه اللي هي DAB 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 فبالتالي أيهما أكبر طبعا هنا الخاصية هنا خاصية جمع الزاوية خاصية جمع عفوا خاصية جمع الزاوية خاصية جمع الزاوية طبعا هنا عندك زاويتين متجاورتين فبالتالي أيهما أكبر بلا شك أن الزاوية اللي هي EAB معذرة لا شك إنها زاوية EAB حتكون أكبر من الزاوية اللي هي في المثلث الثاني اللي هي حتكون EAD لأنها من هذه اللي هو خاصية المتباينات خاصية المتباينات لأن نحن نعرف إذا كان عندي شيء يساوي شيء زائد شيء فأكيد إنه هذا الشيء هيكون أكبر من هذا الشيء وبالتالي بماذا أستطيع الحكم إذا صار عندي ضلعين متطابقين وزاوية أكبر من الثانية إذن رح نقول أن EAB هيكون أكبر من اللي هو ED وهذا يا شباب حسب نظرية اللي هو SAS أو متباينة المثلثين اللي هو SAS وبذلك لكو كتبنا هذا البرهان إذن مهم هنا أن نحن نخطط للسؤال بشكل جيد كل ما علينا أن أشوفه أن أبحث عن الأضلاع المتطابقة ثم أبحث عن الفرق ما بين الزاويتين أشوف أنا والله من الأكبر ومن الأصغر وبالتالي أعبر عن هذا الشيء من خلال البرهان ذو عمودين مثل ما طلب مني خلونا نشوفه الحين الفقرة اللي بعدها قال لك برضو أكتب برهان ذو عمودين وأعطاك مثلثين عندك هذا المثلث الأول علي رقم واحد وهذا المثلث الثاني اللي هو اللي علي رقم الثانية خلونا نكتب نفس الشيء برهان ذو عمودين ونتأمل في الشكل ونكتب هنا العبارة وهنا التبرير أو المبررات نبدأ نشوفه الحين أول شيء وين لضلع المتطابق ألاحظ أعطاك هنا أن ال-S-T تطابق� ال- Q-R تطابق ال-R-Q أو ال-Q-R إذن هنا فيها عندي ضلع المتطابق هذا ضلع الأول وعندك هنا برضو ضلع أيش ضلع مشترك اللي هو ال-A ال-Q-S فبالتالي الزاوية المحصورة حتكون وأبقارما بين الزاوية واحد وما بين الزاوية أثنين وأبقارما بين الزاوية واحد وما بين الزاوية أثنين طيب الحين السؤال اللي يضرح نفسه أيهما أكبر الزاوية واحد ولا الزاوية اثنين وكيف أعرف يعني ما في أي دلائل هنا ممكن تدلك على مقياس الواحد ولا على مقياس الاثنين وش الخاصية اللي ممكن أن نستخدمها عشان أعرف مين الأكبر اللي فيهم لاحظ معاي أن الزاوية واحد هي زاوية خارجية هي زاوية خارجية لهذا المثلث ونحن نعرف أن الزاوية الخارجية دائما تكون أكبر من مجموع الزاويتين أو تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين وتكون أكبر من الزاويتين البعيدتين صح ولا لا؟ أخذنا هذا قبل درسين ولا قبل درسين قبل درسين قبل درس دروس أخذنا أن الزاوية الخارجية دائما تكون أكبر من الزاوية الداخلية البعيدة فبالتالي هنا راح نقول أن الزاوية واحد هتكون أكبر من الزاوية أثنين وبالتالي أستطيع الحكم على الأضلاع التي تقابلها بينها أكبر أو أصغر نكتب البرهان يلا نكتب الخطوة الأولى أول شيء عندي أن الـ RQ تطابق المعذرة RQ تطابق اللي هو الـ ST هذا منين جبناه؟ هذا معطاه اللي هو الضلع الأول الضلع الأول يطابق الضلع الأول وعندي أن الـ QS من المثلث الأول هذا يطابق الـ QS من المثلث الثاني لماذا لأنه ضلع مشترك ها أو خاصية الانعكاس في الناس يكتبون أو ظلع مشترك معاشي نجي الحين إلى اللي هو الزوايا المقارنة ما بين الزوايا فبالتالي راح نقول أن قياس الزاوية واحد هيكون أكبر من قياس الزاوية اثنين لماذا ها وش التبريد اللي اكتبه هنا وش التبريد اللي اتفقنا عليه اتفقنا لأنه ها الزاوية واحد خارجية على المثلث اللي هو ايش كيو تي اس ها وهنا نظرية الزاوية الخارجية نظرية الزاوية الخارجية فتكتب لأنه الزاوية واحد خارجية على المثلث اللي هو كيو تي اس فبالتالي حتكون أكبر من الزاوية رقم اثنين الزاوية اثنين تعتبر زاوية داخلية بعيدة وكذا خلاص راح أقول إذن الضلع الذي يقابل الزاوية واحد اللي هو الـ RS هيكون أكبر من الضلع الذي يقابل الزاوية الثلاثين اللي هو إيش؟ اللي هو QT ها حسب إيش التبرير هنا نقول حسب نظرية المثلث متباينة المثلث اللي هو S A S أو متباينة المثلثين S A S أو متباينة S A S إذن بهذا الشكل استطعت أني أكتب هذا البرهان خلنا نشوف آخر مثال عندنا في هذا الدرس المثال رقم 5 يقولك أكتب برهان أنت سلسليا المعطيات أعطاك أن T هي نقطة منتصف Z X ولما تصير T يا شباب نقطة منتصف Z X بس عليش أغير القلم المعذرة لما تصير وين إحنا سؤالنا أيوة لما تصير T منتصف Z X شوف T منتصف Z X شبابناتها معناتها أن T X هيطابق Z T إذن هذا يطابق هذا وقال لك أن S T وين ال S T هذه ال S T هذه تطابق W T تطابق W T إذن هذه تطابق هذه إذا صار عندك هنا ظلع يطابق ظلع وظلع يطابق ظلع إذن هذه الزاوية المحصورة وهذه الزاوية المحصورة شوفوا شي أعطاك قال لك أن الزاوية أن الزلع S Z هذا S Z أكبر هذا الزلع أكبر من ال W X أكبر من ال W X أكبر من ال W X إذن بماذا أحكم على الزاويتين هذه أيهما أكبر إذا كان هذا أكبر من هذا إذن هذه حتكون أكبر وهذه حتكون أصغر الزاوية هذه حتكون أكبر وهذه الزاوية حتكون أصغر هو الآن يبغى مقارنة بين إيش وإيش يا أخواني يبغى مقارنة ما بين الزاوية X TR وإيه X TR X TR اللي هي هذه شفتوها والزاوية اللي هي Z TY Z TY اللي هي هذه طبعا لاحظوا أن هذه يا جماعة الخير تقابل هذه في الرأس صح ولا لا وإحنا نعرف أن أي زاوية متقابلتين بالرأس حيكونون إيش حيكونون متطابقتين وكذلك الزاوية هذه تقابل هذه الزاوية إذن بمن أحكم أنها أكبر بلا شك إذا هذه أكبر فبالتالي الزاوية هذه حتكون أكبر كيف نكتب على شكل برهان تسلسلي يلا نبدأ مع بعض الخطوات لصياغة هذا البرهان طبعا أنت لازم أو شي تتكلم عن الأضلاع ثم تتكلم عن الزاوية المحصورة ثم بعدين ننتقل إلى الزاوية المقابلة حسب ما أحنا تكلمنا كذا أو حللنا هذا السؤال رح نقول أول شي أنه عندي أنا الضلع بما أن التي هذه منتصف الزد X هذا وش رح يعطيني ها يا شباب رح يعطيني هذا الشي رح يعطيني بأن XT XT تطابق اللي هو T زد حتطابق اللي هو T زد وكذا أنا حصلت على ظلع حصلت على ظلع هذا نسميه S ماشي وأعطاك أيضا أنه ال S W ها هذا من المعطى أعطاك أن ال S T تطابق ال W T وهذا معطى إذن كذا أنا برضو حصلت على ظلع ماشي وش بعد عندي وقال لك أن الظلع S Z هذا نكتبه أيضا مثلا هنا ها نكتبه هنا ال S Z أكبر من الظلع اللي هو W X هذا برضو إيش هذا برضو معطى ماشي إذن هنا حصلت برضو على S إذن صار عندي متباينة اللي هو عكس متباينة اللي هو S S S فبالتالي من خلال الثلاثة هذولي من خلال الثلاثة هذولي الآن هذا وهذا وهذا راح أحصل على إيش راح أحصل على أن الزاوية هذه أكبر من الزاوية هذه لأن الضلع هذا أكبر من الضلع هذا طيب الزاوية هذه والشي يا جماعة الخير الزاوية هذه اللي هي STZ ها فنقوله هنا أن قياس الزاوية STZ هيكون أكبر من قياس الزاوية اللي هي إيش اللي هي WTX WTX وبما أن وصلتي لهذه المتباينة من حسب متباينة هذه نقول حسب متباينة اللي هي إيش متباينة الـ S S أو متباينة عكس متباينة الـ S A S يعني تسميها كذا أو تسميها كذا الآن أبوصل إلى المطلوب راح نقول إيش أن هذه الزاوية اللي هي XTR XTR هتكون أكبر من الزاوية اللي هي ZTY لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنهم متقابلين بالرأس لأنهم متقابلين بالرأس وهو المطلوب وهو المطلوب وكذا أنا وصلت إلى المطلوب وبذلك أيها الأخوة الكرام يعني نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم يعني يوم ممتع بإذن الله تعالى نشكركم لحسن المتابعة وأحب أن أشكر أخي مترجم الإشارة الأستاذ عوض المالكي لجهوده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر